هل سمعتوه ماذا قال على القيد صالح؟ تهديدات الأخرى ركما سمعتوها لن نعود فيها كل مرة على المرة نجيب لكم هكذا تسجيلات هكذا لنذكروا الناس باللي هاد السيد راهو إنسان منافق ما عندوش على وش يستحي بك تشوفوه على وش يتكلم على جهاز المخابرات هذو ممش؟ انتو المخزن اللي راهم يتكلمو ممش؟ صهاينا اللي راهم يتكلمو هذو راهو واحد من الناس اللي راهم يتداعي المحافظة على المؤسسات تاع الدولة من نوع اللي راهو يظاهر بل اللي راهو يدافع على الجيش ويراهو يدافع على المؤسسة العسكرية اسمعوه واش يقول على المؤسسة العسكرية هاي اسمعوه هاي وتفضل ترى اللي تمد في الدروس تاع الوعظ والإرشاد القائد الأركان وتقول له باللي إذا كان الكلام من فضتين في السكوت ومن ذهب وإلى غير ذلك من نصائح ومن الإرشادات يالي راكم خوف الناس كل لكن ما عندكش الشجاعة انت على أطفال هاي وتفضل قلت أنه موضوع حلقة اليوم طبعا النائب المثير للجدل بهاء الدين طليباء موضوع يعني خاص ببهاء بامتياز لكن قبل من هاي من قوة من تعبه الدين طليباء اوكي هاي اكمل نتكلم على بهاء مثل ما عودكم خلينا نعطيكم زوج أمثلة ومن بعد ندخلوا في الموضوع مباشرة باش نعطيكم يعني مقارنة ما بين رجال الدولة سابقا وخاصة ضباط المخابرات سابقا لما كانت المخابرات دولة صح وكانوا رجال رجال يعني لما نهار اللي كان اسماعيل العماري وكان توفيق وكان كتا شفاعلها هدرتك شفاعلها باش ما ما توليش من بعد تنساها شفاعلها وفكروني هايوة تفضل وفرق ما بين مخابرات المخنثين الشواد اه حاليا لأنه الآن اللي رامي قودوا في جهاز مخابرات للأسف لا أقول كلهم لكن معظمهم من جيل المخنثين الشواد وقوم لوط سمعتوه سمعتوه هو يتكلم على مؤسسة الجيش يتكلم على جهاز المخابرات راكم تسمعوه فيه هي ضباط اليوم هو المخابرات اللي يحن لها المخابرات اللي كانوا البنطالون ها هذوك وما المخابرات اللي يحبهم هذوك اللي لما هو يقعد قدام واحد ما يقدر شهز راسه ومش الناس اللي رامي يتكلموا بالقانون والمادة الفلانية والدولة المدنية ودولة العدل وحقوق الإنسان هذوك ما يعترفش بهم ويعترف بالناس اللي هما ينحولوا من لغاليه هذيك اللي هو راه ويطلق ذيها على الناس هكذا وش فعلا الهدر اللي كان يهدر فيها وكنا عودوا ونرجعوا ليها